موسيقى اصعدتم بالخير اوقاتا مشاهدنا الكرام عيدكم مبارك وموجز اخباري من استيدي الاخبار بقناة عدن الفضائية ادى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي صلاة العيد مع جموع المصلين بمقر اقامته المؤقت في العاصمة الصعودية الرياض وعقب اداء صلاة العيد استقبل رئيس هادي جموع المهنيين بمناسبة عيد الاضحى المبارك من مستشارين وعظام جالس النواب والوزراء والشورى والقيادات العسكرية والامنية والشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية وممثلي الاحزاب والشباب والاعلام ومنظمات المجتمع المدني وجمعا من ابناء الجالية اليمنية وتبدل الرئيس معهم التهاني والتبركات بهذه المناسبة الدينية الجليلة متمنيا من الله العلي القدير ان يعيدها على ابناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج وعلى شعبنا العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات ادى رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر صلاة العيد المبارك في جامع حقات بيكريتر بين كبار رجال الدولة من مدنينا وعسكرينا وعددا من قيادات الوحدات العسكرية ومحافظي بعض المحافظات وعضاء مجلس القضائل على وجمع غفيرة من المواطنين وفي خطوة العيد دع الخطيب الى التسامح ووحدة الصف مشيرا الى فضيلة يوم النحر حيث يتوجه حجاج بيت الله لرميل جمرة الكبرى ونحر الهدي اقتداءا بسيد الخلق وفي ذلك عبرة ودع الخطيب الى وحدة الصف والتمسك بقيم العدالة والمساواة والثبات الوطنية التي اجمع عليها اليمنيون سقبل رئيس الوزراء في قاعة الاتحادية بالعاصمة المؤقتة عدن جمع المهنيين الذين قدموا لسلام عليهم منسبة عيد الاضحى المبارك وقال رئيس الوزراء يأتي العيد هذا العام وبلادنا ما زالت تعيش ظروفا صعبة بسبب الحرب العربثية التي شنتها ميليشيات الخطيب وصالح على الدولة الا ان الاوضاع اليوم في المحافظات المحررة احسن بكثير مما كان عليه قبل عام وذلك بفضل الجهود التي بدلتها الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس وبتعاون المخلصين من ابناء الوطن واكد الدكتور بن دغر ان الحكومة ستعمل جهدة وبالامكانيات المتاحة على تذليل الصعاب امام المواطنين وستواصل تحسين مستوى الخدمات الاساسية للمواطنين سارى رئيس مجلس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر مقر قيادات القوات السعودية بالتحالف العربي بعدن حيث كان في استقباله العميد الركن سلطان بن اسلام وعدد من الضباط والجنود وثمن رئيس الوزراء خلال زيارته التضحيات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ممثلة في خادم الاحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عاده الامير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق الذين وقفوا الى جانب بلادنا دفاعا وذودا عن المشروع الوطني والشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي واستعادت الدولة كما قام رئيس الوزراء بزيارة لمقر قيادة القوات الاماراتية التابعة للتحالف العربي حيث كان في استقباله المقدم راشد الراشدي وعدد من الضباط والجنود حيث أشهد رئيس الوزراء بتضحيات وجهود الامارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد النهيان والشيخ محمد بن راشد المكتوم والشيخ محمد بن زايد مؤكدا ان الشعب اليمني لن ينسى الدور الكبير الذي قامت به الامارات لعادة الشرعية وتحرير اليمن من الانقلابيين الأخبار الميدانية استعدت أبطال الجيش الوطني والمقام الشعبية مديرية عسيلان بشبوى ثلاثة مواقع استراتيجية بعد معارك انضارية مع الميليشيات الانقلابية حيث تكبدت خلالها واحد وعشرين قتيلا وسبعة آخرين في غارات شنها طيران التحالف على تجمع بشري جنوب محكمة عسيلان مصادر ميدانية ذكرت لوكالة الانباء اليمنية سبان أبطال الواء 19 مشاة صدوا ببسالة لثاني هجوم مباغت شنته الميليشيات الانقلابية على مواقع المحكمة والعرق والعكيد جنوب عسيلان في أقل من اثنين وسبعين ساعة من الهجوم الأول عليها وشارك طيران التحالف العربي في دك مواقع الميليشيات وهو ما مكن الجيش الوطني من تحقيق النصر وتحرير المواقع من قوضتهم وأسر الجيش الوطني اثنين من علاصر الميليشيات أفدت مصادر محلية بمحافظة الضالعب أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية شنوا قصفا على مناطق آهلة بالسكان في مدرية ديمت وضحت المصادر أن قصفا شنه الميليشيات الانقلابية على منازل المواطنين في مناطق تابعة لمدرية ديمت وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي وصالح قصفت بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية على القرى السكنية في ديمت ولم ترد معلومات بشأن سقوط ضحايا فيما تضررت العديد من المنازل في الخبر الأخير حيث شنت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية هجوما صاروخيا في أول أيام عيد الأضحى المبارك مستهدفتان المصلين أثناء أدائهم صلاة العيد بمصلة مدرية سرواح غربائي محافظة مارب وقالت مصادر إعلامية أن تسعة مصلين استشهدوا عقب استهداف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مصلة العيد بمدرية السرواح وأكدت المصادر أن الميليشيات الانقلابية استغلت اجتماع الناس لأداء صلاة العيد واستهدفتهم بصاروخ متوسط المدى بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الشهداء في حادثة هي الثانية من نوعها في سرواح عقب استهداف الميليشيات الانقلابية المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة في مسجد كوفل بسرواح منتصف مارس الماضي انتهى المجزة في أمانيلا وكل عام وأنتم بألف خير اشتركوا في القناة